اشتركوا في القناة هذا الموضوع في هذه الفقرة مع دكتور عبد الرحمن عمار وهو الخبير بشؤون الألمانية والأوروبية بقناة دوتشفلا الألمانية دكتور عبد الرحمن مساء الخير أهلا بك في صد الأسبوع مرحبا دكتور لنتحدث عن هذا الحراك الذي يحصل الآن في العالم وهو أمر ربما لأول مرة على هذا المستوى آخر ذلك الحراك زيارة وفد من هيئة علماء المسلمين للعاصمة البولندية ما همية حوار الأديان في هذه المرحلة الصعبة مع العلم أنها فشلت في مراحل أكثر استقرارا من الآن سأبدأ بهذا المثال الذي تفضلتم بذكره وهي زيارة وفد رفيع المستوى لأول مرة إلى موقع أوشفيتس الذي شهد جرائم للنزيين ضد أناس عزل غالبيتهم كانوا يهودا الذين زاروا المعتقلة كانوا علماء من 24 دولة إسلامية هدفهم هو التضامن مع الضحايا والقول بأن لز وجية في المعايير يعني إذا كنا نحن ننتظر من الآخرين أن يتضامنوا معنا ويحترموا ديننا ويحترموا خصوصياتنا يجب أيضا أن نكون أول من يندد ويقف ضد من يعتدي على الآخرين بسبب دينهم أو عرقهم يعني أهمية مثل هذه المبادرة الآن تتجلى في أجواء الحقد والكراهية التي تنتشر في العالم سواء في صفوف الجماعات الدينية المتطرفة بكل تلاوينها سواء كانت إسلاموية أو مسيحية أو يهودية متطرفة وأيضا الكراهية التي تنشرها الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلدان الأوروبية وأيضا الأحزاب القومية في كثير من بلدان العالم الكل يعرف أن ما حدث قبل 75 سنة أو أكثر في ألمانيا والدول الأوروبية وجرائم النازيين كانت نتيجة لأجواء الحقد والكراهية التي تم نصرها قبل المجازر وقبل عمليات الإبادة التي تم القيام بها وطبعا من السهل جدا تبرير هذه الجريمة أو تلك باسم الدين وباسم الله لأنها تجد شرعية وهنا تتجلى الخطورة خطورة استغلال الدين من أجل تبرير الجرائم وحرمان الآخر من حقه في الحياة نعم دكتور لكن السؤال هل فعلا نحن بحاجة لحوار أديان أم لحوار من نوع آخر بمعنى أن السياسة هي من تزوج بالأديان في هذا الصراع بالتالي لا قيمة لأي حوار إذا تم ولم يكون هناك وفاق سياسي الحوار ضرورة ملحة وخصوصا في ظل الضرفية السياسية والاقتصادية الحالية ومشاعر العداء والعنصرية التي تسود في مختلف دول العالم طبعا الدوافع تكون في غالبية الأمر السياسية ويتم البحث عن مبررات الدينية وتغليف هذا الخطاب العدائي بغلاف ديني وهو بالمناسبة لا يقتصر على العداء بين المسيحية والإسلام واليهودية بل أيضا في وسط أتباع نفس الديانة بعينها إذا أخذنا الإسلام على سبيل المثال لا يمكن أن نغفل اليوم المشاحنات والصراع المذهبي الكبير بين طوائف ومذاهب كثيرة مدفوعة بأجندات سياسية وبالتالي من يؤدي ثمن هذا الصراع وهذا الحقد هم أناس عز الأبرياء حتى ارتباطهم بهذا الدين أو ذاك فهو في نهاية المطاف المبتغى هو واحد هو التقرب إلى الخالق وإلى الله والطريق هو الذي يختلف من هذه الديانة إلى تلك ومن هذا المذهب إلى ذاك طبعا هناك ضرورة ملحة وإذا لم تسعى الأمم ورجال الدين من مختلف الطوائف إلى تقريب بعضهم ببعض والبحث عن القواسم المشتركة فإن الإنسانية قد تدخل إلى مصارة أصعبة تذكرنا بالحرب العالمية الأولى والثانية التي كانت دين فيها مبررا للكثير من الجرائم طبعا نحن نعرف أن هناك الكثير من المشاكل المطروحة نريد أن نفهم منك أبرز أهم هذه المشاكل بين مختلف هذه الحضارات والأديان هل هي مبررات ملموسة أم هي مجرد سوء تفاهمات لنقول أو أنها أوهام أو شيء من هذا القبيل من بين المشاكل المطروحة والتحديات هو غياب وعي لذاء الكثيرين قصوصا رجال السياسة يفكرون فقط في الانتخابات وفي الأوراق وهم مستعدون لتجييش الرأي العام ضد هذه الطائفة أو تلك فقط من أجل الفوز بأصواتهم من جهات أخرى هناك محاولات كثيرة من البعض لتحقيق أهداف سياسية عن طريق استعمال العنف وهنا نتذكر مجموعة من المنظمات الإرهابية التي تقتل باسم الدين مثلا داعش في سوريا والعراق والجرائم التي نفذها هذا التنظيم الإرهابي في الدول الأوروبية هناك إرادة في المقابل من أجل تفادي واستدراك الكثير في هذا المجال السنة الماضية نظمت في ألمانيا تحديدا في مدينة ليندوشة جنوب ألمانيا مؤتمر فعالية مؤتمر دولي بحضور عشرات الآلاف من أتباع الديانات المختلفة التركيز لم يكن فيه عن من هو المحق وما هي الديانة الصحيحة بل البحث عن القواسم المشتركة والتخلص من الأحكام المسبقة الكثير من المشاكل المرتبطة بغياب الحوار الديني هو الأحكام المسبقة وعدم استعداد الكثيرين للتعرف على دين الآخر مثلا في ألمانيا هناك مبادرات في الكثير من المدارس من أجل تعرف الطلاب والتلاميذ على الدين الإسلامي والديانة اليهودية والديانة الأخرى وإعداد التلميذ والطالب الألماني ليتعايش مع مختلف الإثنيات والطوائف في حياته اليومية أيضا هناك مبادرة في ألمانيا راسخة هي أنه في كل شهر رمضان الرئيس الألماني والمستشارة والكثير من رجال السياسة يذهبون إلى المساجد ويتناولون الإفطار مع المسلمين في المقابل المساجد تفتح أبوابها مرة في السناء لغير المسلمين طبعا هي مبادرات لا تكفي بعد ولكنها أفضل من لا شيء هي فتح الفضاء الديني لغير المنتمين له والبحث عن القواسم المشتركة وإبراز القيام الإنسانية وأيضا الدفاع عن حق الآخر في التشبت بمعتقده وعدم المس بحرية الآخرين طيب إذا ما نظرنا للعديد من المنتقيات الحوارات آخرها طبعا الذي كان في ألمانيا في أغسطس من العام الماضي البعض يرى أن هذه اللقاءات تعقد بدون تفعيل بدون آليات حقيقية بالتالي ما الآليات المطلوبة لتفعيل هذا الحوار والخروج بشيء ملموس قبل أن أجيب عن هذا السؤال دعوني أقول لكم بأن في التاريخ الإسلامي فإن الحوار الديني الإسلامي المسيحي واليهودي ليس بالجديد إذا عدنا إلى بغداد كانت تشهد المدينة أولى المناظرات بين أتباع الديانة المختلفة وكان اليهود والمسيح والمسلمون هناك يترجمون الفلسفة اليونانية وكانت كلها عوامل ساهمت على ازدهار الفكر الإسلامي وأيضا الحضراء الإسلامية في مختلف المجالات هناك لقاءات تمت في الكثير من البلدان العربية البداية كانت سنة 1953 ببيروت وبعدها كان مؤتمر دولي سنة 1954 بالإسكندرية ومؤتمرات أخرى وأيضا استقبال للبابة سواء في الإمارات أو في المغرب يعني هناك محاولة لإحياء هذا التقليد الحوار مع الآخرين طبعا هناك من يقول بأن هذه الحوارات لا تفيد وإذا رأينا في أرض الواقع فلا اتدمارها تكاد تكون منعدمة لكن الحوار هو أفضل بكثير من القطيعة ولو أنه الآن لا يزال يقتصر على النخبة الدين يا رجال الدين والنخبة السياسية لكن مع الوقت ربما سيترسخ كتقليد وهو على كل حال أفضل بكثير من الجهل بالآخر لأن الجهل بالآخر وعدم التعاطف معه يؤدي الجميع إلى تبادل الاتهامات وتأويل كل الأشياء بشكل خاطئ علما أن القواسم مشتركة في المسيحية واليهودية والإسلام هي كلها ديانات توحيدية سموية وإبراهيمية والإسلام يعترف بالمسلمين باليهود والمسيحيين كأهل الكتاب الزواج بهم يحلله الإسلام وأيضا أكل طعامهم يحلله الإسلام والصيام ليس فقط منحصرا على المسلمين يوجد أيضا عند المسيحيين واليهود أي أشياء كثيرة نجهل أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا أخيرا دكتور عبد الرحمن إشراك الإسلام في الحوارات التي كانت مقتصرة على اليهودية المسيحية وأحيانا أيضا على بعض الديانات الأخرى كالبوذية والهندوسية السؤال هنا هل هو ناتج عن زيادة المد الإسلامي وظهور الحركات الإسلامية في حين أننا نرى البعض أنها تشكل تهديدا للمصالح الأوروبية هل هذا هو السبب الحقيقي أم هناك أشياء أخرى لمشاركة الإسلام أو محاولة مشاركة الإسلام في هذه الحوارات هناك عوامل كثيرة أبدأ بالشق الثقافي والحضاري المفكرون الأوروبيون وحتى في ألمانيا يتحدثون دائما عن دور الفلسفة والفكر الإسلاميين في الفكر الأنواري الذي ظهر في أوروبا لا يمكن أن نتحدث عن إيمان ويل كانت ولا يمكن أن نتحدث عن مارتن لوتر والإصلاح الديني دون الرزوع إلى ابن رشد وفلسفته التي يحاول فيها إبراز أهمية العقل ومكانة العقل مقابل النقل يعني الحفظ دون تأويل ودون تفكير وتمحيص إضافة إلى ذلك ففي أوروبا توجد مئات الآلاف من الجاليات الإسلامية والكثيرون منهم ولدوا في البلدان الأوروبية ومواطنون أوروبيون يعني هم جزء من هذه الثقافات والبلدان وبالتالي أن يعرف غير المسلمين في هذه البلدان دين المسلمين هو أصبح ضرورة ملحة لأنه عامل يساعد أيضا على التواصل والتعايش والتحاور والإندماج إضافة طبعا إلى ما ذكرتموه هو أن منذ الحديث عن الإسلام يقترن كثيرا بالأعمال الإرهابية التي ينفذها الإسلامويون وطبعا صوت الإسلامويين والإرهابيين أعلى بكثير من صوت الإسلاميين المسلمين المعتدلين وبالتالي فهناك مبادرات ليس فقط من غير المسلمين بل من المسلمين كذلك للقول بأننا نتبرأ من من يستغلون الدينة لتنفيذ جرائم وعمليات إرهابية ولكن لا تزال هذه الأصوات خافتة والصوت الذي يكاد يسود هو أصوات المتطرفين والمتشددين وبالتالي فأول من يجب عليهم التصدي للفكر المتطرف هم المؤمنون المتدينون المعتدرون لاتفاع عن قيمهم من خلال أيضا اتفاع عن قيم الآخرين لأن القواسم المشتركة أكبر بكثير من النقاط التي تفرق هذا الدين بذاك نعم دكتور عبد الرحمن عمار الخبير بيغي الشؤون الأوروبية والألمانية بقناة دوتش فيلا الألمانية شكرا جزيلا لك عفو ذن مشاهدين الكرام نهاية فقرتنا من قضايا دولية بتعاون مع قناة دوتش فيلا الألمانية تتابعنا نفس الفقرة الأسبوع القادم بإذن الله أما الآن نتوقف مع جملة من الأخبار القصيرة ترجمة نانسي قنقر